السلام عليكم ورحمة الله فللشرح الجديد من شروحات الوردبريس سنتعرف على طريقة تسريع الوردبريس عن طريق تحسين الصور الصور في الوردبريس تعتبر عنصر مهم في أي موقع بطبيعة الحال لكن استخدام الصور بالطريقة الخاطئة سيؤدي إلى بطء في تحميل الموقع مثلاً لدينا هذه المدونة فيها مجموعة من الصور الذي سنقوم به ببساطة هو أننا سنقوم بمعرفة الصور الكبيرة ثم سنقوم بتغيير أبعاد هذه الصور من أجل تقليل حجمها إذن من خلال متصفح Google Chrome سنقوم بالنقر على زر فأر الأيمن على هذا الشكل ثم Inspect سنذهب إلى Network نتأكد من تحديد AMG على هذا الشكل ثم نقوم بالنقر على Ctrl-R من لوحة المفاتيح إذن قامت أداة الانسبيكت في Google Chrome نقوم بجلب أو عرض مشموعة من المعلومات الخاصة بالصور لدينا مثلاً هنا الحجم حجم الصور لكن حجم الصور هنا هو حجم الصور المزغرة فقط في الصفحة الرئيسية مثلاً هذه الصورة 25 كيلو بايت الصورة الأخرى 29 كيلو بايت والصورة الأخيرة 38 كيلو بايت مثلاً هذه الصورة على هذا الشكل عندما سنقوم بالدخول إلى الموضوع نراحل أن الصورة أصبحت 215 كيلو بايت وهي صورة كبيرة نقوم بالدخول إلى هنا بالنقر على هذا الشكل هذه الصورة مرة أخرى زرفر الأيمن ثم Open Image in New Tab هذه الصورة الأصلية صورة كبيرة والموقع يحتاج فقط لهذه النسخة المزغرة لكن طبعاً فالموقع الآن يقوم بجلب الصورة الكاملة الصورة الكبيرة بأبعادها الكاملة وبحجمها الكامل وهو 215 كيلو بايت إذن الذي سنقوم به الآن وأننا سنقوم بتعديل على أبعاد الصورة من الورد بريس بدون إضافة لا نحتاج لإضافة لهذه الخطوة ننسى نقوم بالدخول إلى لوحة التحكم ثم سنتهب إلى الوسائط ثم المكتبة ونقوم بالبحث عن الصورة المطلوبة سنقوم بالنقر على تحرير الصورة على هذا الشكل ثم سنغير الأبعاد الأصلية أبعاد الأصلية كما نلاحظ هي 2560 على 1707 نقوم مثلاً بإدخال فقط 700 على هذا الشكل ثم نقر على قياس نسبة الآن سنقوم بالخروج والعودة للموقع نراحظ الفرق الذي سيحدث الآن حجم الصورة هو 215 كيلو بايت عندما سنقوم بعمل ريفرش للصفحة سنلاحظ الفرق نراحظ أن الصورة الآن حجمها أصبح 33 كيلو بايت فكما نلاحظ يعني حدث فرق كبير بحجم الصور بخطوة بسيطة فقط تدخل إلى المكتبة مكتبة الوسائط وتقوم بتعديل أبعاد الصور طبعاً يمكنك تكرار نفس العملية مع بقية الصور تدخل للصورة تحرير الصور على هذا الشكل وتغيير الأبعاد ثم تكرر العملية مع بقية الصور والنتيجة ستكون تغيير وتحسن في سرعة الموقع كان أدو الشرح شكراً لكم